لم تمضي سوى 48 ساعة على تصريحات المبعوثة الأممية في العراق جيني بلاس خارت التي قالت فيها إن الفساد في البلاد مستشر وممنهج وإن إبقاء المنظومة الحالية كما هي سوف يرتد بنتائج سلبية تزيد من حالة الاختلال في البلاد حتى جاءت لقاءاتها الأخيرة في النجف وكربلاء لتمثل تضاربا جديدا في تصريحاتها وانقلابا على ما تحدثت به بلاس خارت قالت أثناء لقائها رئيس مجلس محافظة كربلاء صيف جاسم الخطاب إنها لا تشكك بقدرات رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني في العمل على مكافحة الفساد المالي والإداري وتوفير الخدمات للعراقيين تصريحات جاءت بالتزامن مع نجاح إيران في توسعة نفوذها داخل العراق من خلال ارتباط حكومة السوداني بالمصالح التي تسعى طهران لتمريرها في البلاد بحسب تقرير لقناة فرانس 24 الفرنسية التي قالت إن العراق أصبح خط الحياة بالنسبة للاقتصاد الإيراني الذي ما يزال يعتمد بشكل شبه كلي على العراق للبقاء صامدا بوجه العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن وأشرت القناة الفرنسية إلى أن اعتماد إيران على العراق جعله أولوية كبيرة للنظام الإيراني حيث نجحت إيران في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد زيارة السودان التي قام بها إلى طهران بتثبيت مركزها بصفتها مصدرا أولا للعراق لتستغل طهران الاتفاق النووي السابق الذي سمح لها بالتصدير عبر العراق للحفاظ على خط الحياة القادمة لها عبر بغداد وتقول القناة أيضا إن التقدم الإيراني على مساعي السيطرة على العراق يعود إلى حصول طهران على رئيس وزراء داخل العراق ينتمي إليها مشيرة في هذا الصدد إلى قرار السوداني بتشكيل شركة المهندس للمقاولات العامة تحت إدارة ميليشيا الحجد كأحد أشكال السيطرة والنفوذ الإيراني المتفوق في العراق على حساب النفوذ الأمريكي ترجمة نانسي قنقر